على كل حال أتمنى الجمهوري أنا أتمنى ما أدري أنا ما أترك الكرة في ملعب الجران على كل حال لا ملعب الجران ضائع نرجع الآن بالنسبة لدخولية دخولية أهالي سلطان صباح أو أهل سلطان صباح الله يتمنع عافية ومنورين و الله يحييهم أبقى على موضوع الدخولية دخولية سلطان صباح الدخولية سارترا فيها لمحة كانت بتقتل إلا رمشة من كاد أن يقتلها ما متسابق من غرفة شبان كانت مغلقة بالقفل صح طلع سلطان رجع مرة ثانية الدريشة مفتحت كان موجود عند الدريشة من تركي مشبب تركي لو ما تفاد الموضوع وسكر الدريشة وغصب يفتح الباب ونشوف ردة الفعل كان قتلت كابل فكرة كان فكرة مقتلت نشكر تركي مشبب يعني تركي مشبب تصرفه هذا تصرف شخص مسؤول تصرف مسؤول يشكر عليه صراحة اليوم الله مرة أرتفع في عيني في مسأل زي كلا لأنه لو فيه متسابق تقول ايه ترمب فيه هلك لكن تصرف شخص مسؤول حقه أن يخذ الحدث كامل الي فعلا يستحق سلطان تشكر الشباب قال ادخل مع الباب ما يصلح يمكنه عشان شوفه هلك فتح الباب سلطان شوفنا ردة فعل سلطان طلع سلطان أشك أنقذ الموقف والله أنقذ الموقف بشكل مبطبيع هذا هو هذا الواقعية والشي نحتاج أن يكون عندك مسؤولية يعني أن يكون فعلا الواحد واعي على البث ينجح القصة أي وينجح القصة ويكون واعي أنه كيف خويه ينجح في الحدث المتابقين يشكرون برضو كذلك على برضو كذلك فكرة مشهم على كيف يلتقون الآباء والأهالي بالمتابقين يأخذون يأخذ راحته يتوجه له تفضل تفضل يا أخي طفل جوه طفل جوه طفل جوه تصدر ودخيله شوف الجوال وين بحضر طحلب هذا شوف تصدر ودخيله خلصت خلاص لا والله تكمل لا والله والله تكمل خلاص خلاص كامل طالب كنت تكمل وليش كنت سابقين على أداهم صراحة فيها الشيء اللي هو يعجبنا نخل المتابق يعيش مع أهله لو لمدة 30 ثانية أحسنت شكرا الله أحسنت حياك الله أبو دخيل الله مرة أخرى دشن لا مو منطق عزوز في متابق اسمه عزوز بدأ عزيز هذا حسن العجم حسن عدوي يكلم اللي يطبخ أنا والله كنت سبحان الله تخاطر والله أنا كنت بتكلم عن التدشين حقه النابغة اللبني نشكر من هذا المنبر لإرسالة قصيدة لحسن العجم اللي يدشنها ويغير حسن العجم من اللغة من الأغاني التركية إلى الأغاني العربية خلح نشوف ذلك ونترك الشباب يعلقون عليه من المنطلق عيش الحيار بقناعات نفسي ما عادت مثل أول صدورة من منطلق مبارك ومبارك لحسن العجمية الدخول إلى النجومية وعالم الشهرة ونشكر أبو لبن على إتاحة هذه الفرصة الحسن العجمي تعليقك على العمل أبو شكرا جدا لحن الأمانة يعني العمل حلو والله عجبني أنا أنا أعجبني اللحن اللحن جميل اللحن أريد أنه كان لحن برأي النصة ما مشكلته المتوسطة حلو ها حلو ها حلو شكله حلو ديكريش الحقي حلو جميل الله يوفقكم إن شاء الله أستاذ حسن وأستاذ النابغ هذا الشيء من كنترول وقفك هذا الشيء من كنترول الله يوفق رجع رجع الله يا طلع مساعة زاهب من كنترول مساعة زاهب في كنترول تقول ما منطقة حرة ما دي المنطقة محبوبة لا لا عنده مساعة زاهب في كنترول عنده شاء عنده شاء اسمعه في كنترول لا عنده شاء عنده ساعة عنده ساعة طيب بالله الساعة هذه يا حبيب عبد الرحيم لا يقرب الربيز حقه حقه يا حبيب لا يقرب الربيزة حقك تعمل ما تشاء حط الكاميرا كلها علي أنا بيتصميم كيف العمل أبو دخيل الله؟ أنا أرى بالنسبة لي وذكرتها في كذا برنامج أرى أنه مثل هالأعمال أول شيء الله يبارك له ويستاهله ومبروك زي هالأعمال ما هي أعمال تسوق لك كمتسابق حتى بعد البرنامج يعني في معنى لو زي درسيجك 16 ما رح أجيك القناة أنا بأي والله بشغل عمل حس العجم لا بدور شيئ لات عشان خرايحية شراح عشان يعرضون على المتسابقين يستنسون حماسية ولعبوا وناسوا وعرضوا ما رح أشغل بعمل حسين فدائما يعني أقول متسابقين أتكلم عن عمل حسن عجم أتكلم عن الأعمال المود الحزين بشكل عام كامل المود الحزين في برامج الواقع لا تدشن أعمال حزينة إلا بعد ما تدشن 17 عمل فرائحي ورهجه وضحكه وعرضه وناسه دشن عمل عملين حزينة لكن أول عمل حسن دشن برضو كذلك لحن حزين وبسيط ياخد صوته ما يصلح فرائح فراصة دشن أعمال جوك يبقى لسي بيه هو إذا إنت دسم الرأسي أنت دشن عملين العمل الأول حزين دقيقة فهد العمل الأول حزين والعمل الثاني حزين دشن تاول عمل فيديو كلب حقه بنفس يضي عرفتوا الخلفية والعمل الثاني الان كلها حزينة من التوارaha والعمل الأول مثلا فرائحي والثاني حزين أو الأول حزين والثاني فرائحي لكن الثنين كل الحزين هنا有一عة طيب يا اخواني فيه عندنا فيه عندنا يا اخواني يا اخواني طلعوا الورع هذا من خلف الكنترول يا اباظه باجي اطبك كث يا اباظه والله يا احمد عبد الرحيم لأخنوك اباظه كيف يجر اجر عليك على اباظه الآن راس ما للمطعم كم يرحمتها بمعنى كانت شلو مشكل ترفع رأس شمال المطعم 2000 ريال رأس شمال المطعم ومدخيلها 10 ملات ريال كيف شوف انا اذكر يعني لو نقارم برنامجنا كانت تغير الاسعار كانت تغير تحسب على متوسط الدقل للمطعم الحين مثبتينها منبلش ببرنامج ومثبتينها هذا راح يسبب تضخم تضخم يعني متوسط يعني متوسط يعني متوسط يعني متوسط يعني متوسط يعني متوسط الدخل المطعم يعني يرتفع سعر المطعم الى 6000 عرار صير سعر 6000 بناء ان الدخل الى 15000 يخلو المتساطق استفيد تقريبا 8000 وال6000 تخصم الرصيدة يعني اليار ربح 8000 بس من بداية البرنامج وهو سعر مثبتين على 2000 يعني هل في فكرة معينة او المكينة كذلك بخمسة المكينة او الميزاع ما يشير 6 كيلو يعني ما ادري صراحة وصائفة التضخم الجسير حتى بالرصيدة عطونا براهم ابو فمين في كيف شروع حنا تناقشنا حتى على فكرة أخصم الرصيد من العائد من النمونة من ويد قشران لم يكون والله بترجع ثنين من الخياك أخصم رصيدك 800 أخصم رصيد 800 وليد عندي 70 ألف رصيد لماذا وليد ما يخصم ستة خمسة هو العتب مهو على وليد العتب على أعداد الفكرة ليش ما انتم جاسين ترفعون قيمة الخصم عشان هو يعرف هل أقصم 10 ألف على نفسي ولا خلقه يروح هنا هنا الفكرة انت لما تجبرني تتركي المجال وتتيحي مجال انه والله الخصم بسيط ورصيدة عالي بقى أخصم بديك وجولك انت قلت قبل كم حلقة يعني مصدر الصرف الوحيد اللي المتشابه بقين يصرف فلوسه خصومات ومطعم بس مطعم يرتفع سعره يدبلون شعره عرف يرتفع سعر المطعم يدبلون بعد شعر المطعم عشان تقدر توازن تسوي مواجنة اقتصادية يا سلام عليك لما زي سعر الخصم خلاص بيصير مواجنة في الأرصداء طيب شكرا عبد الرمين في كمش الروم يا أخوان ليش يا أخي عطونا إياك حياك الله أرحبو كيف حالك الله حيهم أعيد الاتفاقات اللي دايما ولا حافظها والله اللي تحب لا يحتاج عيد ولا حافظ ما يحتاج خلاص انت عارف الجذور لكن حق الرد مكفول حق الرد مكفول دقيقة من دون مقاطعات ومن دون تشتيت في المحاول وبدون ديباج إن شاء الله طيب أبو سالم كيف صر أداء أبراهيم أبو فمين خلال العشرة أيام الأخيرة يا أخي ما أدري ما أنا مرتاح أصبح وجودها ثقيل عشاشة شخصية هذي يعني ما والله تبقى صراحة أنا أتكلم صراحة أنا أتكلم صراحة أبراهيم أبو فمين الأمانة يعني يعني هل تلقاه متفاعل يا ربع تلقاه بش أنا أخذيت متفاعل ولا يخرب على ربع كيف فرقك؟ يعني مثلا مع السلطان الصباح اليوم شال فز وياه هو الماء مثل ظل عرفت عطاه 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 عطى الحدث جوه لكن يعني أنا ما أخذيت منه انطباع أولي أبو فمين خذيت منه انطباع ثالث مرة ولا رابع مرة أدخل في الكوفي شروب أليه حركات أليه حركات يعني غريبة إيه خليتني الأمانة يعني ليه ما تغبله جدا يعني مع احترام شديد لشخصك الكريم أستاذ的 أبو فرام رأيك هذا ويمثلك أبو سالي أكيد يمثلني أجلي مثلك نعم لا وأمثلك إنت إسأليه أكيد يمثني هيت قالوا أني يمثلك يعني لا لا رأيك ماينطبق عليها هذا رأيك الشخصي هي اكيدك ويمثلك إنت هذا رأيه ب Rings هذا رأيه هذا رأيه فني في أداعك السيء هذا رأي بогод لا لا دقيقة دقيقة هذا رأي شخصي هذا رأيه الشخصي لا لا رأيه الشخصي اللي يمشي عليك لنك متسابق وهو ناقد طبي لا هذا رأيه مش وجهة نسمع من أبو دخيل الله آخر 11 يوم ونصف يعتبر إبراهيم بوفمين أسوأ متسابق مر على برنامج درسي التسعة حقيقة إبراهيم من بعد كشف الحقائق وسقوط الأقنعة في مداخلة الأخيرة مع تركي مشبب لما قال بيعوني أو قولوا لا هنا إبراهيم بوفمين تغير 360 درجة خلاص كشفت لعبة إبراهيم بوفمين كشف وجه إبراهيم بوفمين الذي يبدل كل يوم أصبح يدول خطة بديلة فأصبح يدول خطة بديلة وهي خطة خطة الهبد الهبد التصرفات الغريبة يعني ذلك يوم دخولي في السنة دلاطي عافية كامسوية دخولية أنا التعرف أو التعريف بالمملكة العربية السعودية قدام سياح أجانب وكذا تسوي فكرة حلوة وفكرة يشكر عليها إبراهيم بوفمين بيبيب يركض جمعه يركض 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 يش فكرة الركض هذا ما أدري ما أدري ما أدري يعني حتى واضح لا يقول مبأنا واضح ركفة الكتوف الراس ما يلبس للبس والشكل والديزاين هذا إبراهيم بوفمين في البرنامج ليش سووا كذا الله أعلم ليش روحت من هنا وانتدري الكاميرا هنا الله أعلم المسألة هي تجاوزة المتسابقين أصبحت عن المقدمين خليح نشوف المقطع الجاية دقيقة دقيقة قبل المقطع بس أسأل بس أسأل السؤال هو دائما عنون أي شيء يسويها وأي تصرف يسويها أي حركة يقوم فيها بالريالتي الأخ بالريالتي بس ألو شنو الريالتي شنو يعني ريالتي شو يعني ريالتي أيوة ريالتي تعيش بواقعي أنت تعيش بواقعيتك الآن في هذه القناة في هذا الكيال العظيم يا أبو سالم أنا يعني ما ما تقبلتني حتى لو بررت لك الريالتي في بقى لا 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 تبريري عندك يعني ما هو داهمي لك حق التبرير لك حق التبرير لك حق التبرير برر عادي برر ما ما برر أنا طلع عمر السلام أما أنا أشرح الواقع عرفت أنا ما قطعت عشان أبرر لا لا برر شنو تقول تبريري ما بيقنعك بعدين تقول ما قطعت عشان أبرر يا أشرح يعني لو شرحت لك الريالتي ما بتعجيب الفكرة صح ممكن ما تعجيبني أنا ما قال لك أنا راح الريالتي يطويل عمر السلام ما تأخذ الأمور ببساطة بسهالة وتعيش وتنبسط هذا هو الريالتي اللي أنا أفهم وشي البساطة اللي عندك أنك تنفلت على خويك في دخوليته فيش دخوليت نواه في السند دخوليت نواه في السند يطويل عمر السلام متبيض الوجه و أنا و ليش قطعتها لليش قطعتها لا ما قطعتها لا لا ما قطعتها دخوليت على دخوليتنا هي محاولة مقاطعة ومحاولة تضليل الجمهور من الدخولية ليش يا أخي يشوف هل أنت أنت تدور كاميرات إتره你好 أخي قلت المحاور وضعفت لا 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 ما قلت يا بره يا براه ولا لا ما قلت المحاور ولا ح theore و لا قلت المحاور ما قلت أنا أصد ما نقول ناقص هذا خلح ناقص المقطع لا خلتك تكفى والله ابي اتجاوبني اتجاوبك والله والله اتجاوب الحين انت تقول ريالتي الحياة بساطة صح وبعد بساطة الحياة يعني ها تتحصير وتجلس عليه وبعد شنو بسعة خاطر وناس هذا الريالتي وهبت سعة خاطر وناسه وهبت لا ما فيه هبت شوف ريالتي ريالتي يتغير تغيره متسابق كل شخص لها واقعيته فيه ريالتي هبات فيه ريالتي كوية انت وين تصف نفسك ريالتي ثقيل انا يعني اذكر برنامج حتى اركض ما اركض ما بيركض لا ركض لا ركض لا ركض لا ركض لا ركض لما استقبلت والدك في برنامج زرسيك ثمانية لا والله ركض لا والله ركض اخر ساعة والله ما ركض والله ركض اخر ساعة هرباء اي كلهم جاهلوا طريقة يا اخوان لو سمحت حلو اخرجتك اتكلم معكم لو سمحت نعم كلهم هو طريقتها في ريالتي كلهم هو لها طريقتها في ريالتي انت وين تضع نفسك في ريالتي الله يطويل عمر والسلام انا ما صنف نفسي انا لا لا ما اهد اعيش بواقعيتي عرفت تعيش بشنو تعيش بشنو بواقعيتي والشي اللي ما في خطأ عرفت والشي اللي هذا خطأ هذا اكبر خطأ اخوية نواف السند في الدخولية هذا اكبر خطأ والله لو سواها واحد معك والله لو سواها واحد معك ما خليتها تنوريك كرام ولا خليتها تمشي عليك ولا خليتها تروح منك واتقف ضده واتكلم عليه عدم احترام جملائك وعدم احترام مقدمين هل هو من الريالتي؟ لا لا هذا اشوف قل لا اله الا الله هذا ما هو ريالتي عدم احترام ايوا 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 احمد رحيم انا تراني مستاذا من الدقيق انا دقيقي انا محادي اسمعك ما أحد لك يسمعك الآن ما أحد يسمعك لا يسمعك يا los عطنيك ما أحد واضح تمام ايه وأتي علا المايك دقيقة أنا ما قلت أحمد الرحايم أنا قلت أحمد الرحايم خلّ شلّه خلّه يعطيلنا خلّه يعطينا أنا أجّب لكم قلّ heroin منخر الصندوق انا قلت لك عدم احترام المقدمين هل هذا انا سؤال يموجه لك سؤال شهل دقيقة انا قلت لك هل عدم الاحترام من ريالتي ابراهيم مقمين قلت احمد رحيم انا عرف الموضوع يا ابو ساهل انا عرف الموضوع لحظة انت ثبتت شغل على رأس ما هو ثبتت لان الموضوع اثار اسمع الموضوع اثار وانا اعرف اللي لي ولي علي ما في شيء اثار قلت هل عدم احترام اخي قل لا اله اقسم لك بالله العظيم يا اي شيء يصير الاحظه اعرف انه بيجي فيه محور ولا لا سواء لي او ضدي هاي وش تبغي شون تعرف نعم اه بيبان الموضوع ما علي يعرف لما ايه ابراهيم محمد محمد انا ما علي يعرف لما ايه انا سؤالي واضح ليش اذا الشيء ضده اقام الدنيا ولم يقعدها واذا الشيء على اخوياه ايه رجال لا 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 فيش على اخوياه ما في مشكلة فيش على اخوياه حاتم العرب اليوم في الدخولية حاتم الفريدي قال له يا ابراهيم موقف قال موقف قال يا اخي اللي قاف فكك منها يا بحصة وعلى طول لف على اخوياه والله لو سارت هذي دقيقي في دخولية شيخة ابراهيم محمد ومراه ان اخوياه انحشر نحط المقطع هلولا الموضوع عندي لو سمحت يا براهيم محمد لو سمحت الموضوع عندي فيدخولية نعلك 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 بعد المقطع بالذات انه فيه تتش سابق ايه مابي والله العظيم من الأنوي أعزار مبنيه يا عبد الله الأمور كم أخصصحي مرة لا والله عندك عطل مقطع عبد الله عطل مقطع عبد الله لا والله لا تقطع عبد الله يا ابو براهيم براهيم الله يجينا اللقافة يقول فسا ممشي 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 هنا اللقافة حلوة ولا ما يبحلوة الله الرجاء الله شعف خوية متصدر في الموضوع ونحن نعرف زي موقفك مع نوافة سنة نوافة السنة كان متصدر في الموضوع عملت نفسك تصرف بس ليش تدخل مع نوافة سنة ليه ليش تبرل لنفسك إن كان الشخص متصدرا في المشهد ابتعدوا عنهم ونواف السند جايب اثنين واحتفالية ودخولية شيخ يجي هو يخطم عليهم كن يهرون في نهار رمضان بيخسس الذيب يبقى خل العالم خل تعال تعيش خل العالم تروح لكن لا اللي لي ابا اخذه غصمي عنهم ولي علي لا والله ما يأخذوا مني أعلق يا براهم علق خلو يعلق لو سمحته خلو يعلق طبع نواف السند عديت من عندي ولا تكلمت معه ولا قلت وش عندك شتت انتباهها وحاولت سبق الكاميرا تبغى تأدش كلام بس يلا تضع ها دقيقة ابو ابو سعيد عديت من عنده وانا ماشي قطوع ان كان طيبة طيبة وان كان غير ذلك غير ذلك ما مسكت الرجال لكن هنا حاتم لا خلو خلو الرجال قلت لا يا حاتم على ما سمعت لا لا يعني اللقابة ما يحلو لا كم الجميع فعلا كم الجملة انا من في الموضوع مع الرجال وعارف الموضوع ولا له داعي هو بني بينك ابراهيم ابو فمين اذا تبغى ستك حاتم في لقافة صراحة صراح في لقافة انا معك في هذا الموضوع لكن محمد سالم سألك قال هل من الرياليتي عدم احترام المقدمين انت نقصت في نحر لا 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 تسمع بس اسمع انت نقصت في نحر احمد رحي احمد رحي ما تطريت احمد رحي في 500 وجيت عند الرجاء وقلت أنا طالع وبندر طالع عند مين طالع عند الإدارة خبني أعلم ممتاز أنت قلت له بطلع عند الإدارة صح؟ تبغي أن أتكلم أو أنت تبغي أن تتكلم؟ اسمحي اسمحي أنت الآن استاذنت من أحمد رحية منك طالع عند الإدارة نعم وتفاجأت كنم علي لا أنا واجهتكم قبل الفقرة لا 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 وقت الفقرة أجيب كاميرات المراقبة وأجيب وقت الفقرة ووقت كل شيء أجيب عاتي تبغى؟ أما عندي مشكلة دقيقة دقيقة الوقت اللي قابلتكم فيه وقت الفقرة قبل الفقرة قبل فقرة 8 بداية دخول الفقرة دوب الشباب يتجمعون أي فقرة فقرة أحمد رحية أي فقرة أحمد رحية أول شيء لم تصدق أنت قابلتك بعد ما أديت أسئلتك على البوديوم استاذنت من أحمد رحية قلت بطلع على الإدارة أول ما طلعت عند السجن قابلتك مفاهد معيان طلعت مفاهد ما أنا ونقابلك قلنا عشان يرجع وانت على السيكل في الساحة الامامية بعدها قابلناك في الساحة الخلفية جلس احمد رحيم بعد خروجك نصف ساعة لا والله ما هي نصف ساعة والله ما هي نصف ساعة طيب انت مستاذب من احمد رحيم نعم ليه زعل زعل ظن انت عشان السيكل مدريش وطلعت وهذا وخاصة منتهى الموضوع اه يعني انت مزعج جالس تهبد وما تحتلم فقرة المقدم عطني المقطع نشوف ايوة كذا النظام يا ابو معيان اضرب على ابو فمين خلي يستاهل تروح وش فيه اقسم بالله ابو فمين الله يسترعي احسن الله اعزاكم يا اعداد اعداد كما اخذ معنا ابو فمين كما اخذ علينا ابو فمين خمسمية بالسالب انا اتمنى منكم الان خصم عليه الف الف لا حتطلبني فيها اعيام اني ما يحترم الفقرة لا يجيني ابدا وش الحركة المبزرة تخسيك وتدوج تجي هنا اسلم 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 وش اللي اسلم امر بسيط بالدراجة واروح وجيه بالدراجة يا حبيبي 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 انت اسمع 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 يا حبيبي تسمع بيت صوت قفل لي صوت هذا ما يسكت لا ما يعرف يسكت هذا لا ما يقفل صوتها يا اول شي يا حبيبي هذا اسمح لي اسمع ابو دخلها اولا والله لو انا مقدم بداي احمد الرحيم والله لا يدخل فقرتي الى نهاية البرنامج حق والله لن يدخلها شلي حصل شلي حصل اول شي اعطيك جاء عند احمد الرحيم في نصف الفقرة بعد ما خلص من الجلسة حقته واعطاه بيتين شعر قال استاذيك احمد الرحيم يطعي داره جلس يدور بالسيكل 25 دقيقة لنصف ساعة تمام دار 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 اخر شي راح حس الكاميرا مجدت عليه ما اسوه ما لحق المخرج شوه قال ابحاول ادخل احمد الرحيم دخل عند باب الهنقر ما يسمعونك ما يسمعونك جالس بالسيكل عند الباب احمد الرحيم قال لا زعل و انا و اياك واجهنا احمد الرحيم تحت الهواء جعلان صريح ايه والله نهز علام الامانة دخل عليه والله لو عند مقدم ثاني والله يمكن يطلع فاصل يتفهم معه لانه عيب تخش عليه بسيكل تستصغر عقلي وتمشي دخل بسيكل ايه تستاهب عندي بالفقرة وتمشي تمام طلع من عنده ابراهيم بوفمين قابلناه ورا عند شاهي فخار و كاميرات موقع بتشهد و انا وفاد والله انه كنا نركض نركض بالاكواب نهرب منه عشان ما يجلس معنا نقول له يا ابراهيم يرجع الفقرة يوم قابلناه اعطانا الديباجة يا ابراهيم ايش تبغى مننا قال الله ما بغى شي بجز سول فمين يا ابراهيم يرجع ما نبغى شي يا ابراهيم يرجع مايك انا ما فييت صوتك لعجان تسمع انا انا انك فييت صوتك ما تسكت ما تسكت انت وانت مشكت يعني مقفلين مايك ما تسكت لا اله الا الله يا اخي اسمع يا اخي عجان جاو اسمع عشان ترد اسمع عشان تدافع عن نفسك افتح المال ما سكت هو انا بات باتل يا اخي فقرة رسمية لاخد تراما وتقديرها اما يجلس فيها زي زملائك المتسابقين ولا الله يستر عليك المسألة بسيطة تقول ان الرجال سامح لي والرجال متنرفز منك اخرجك بالفقرة وخصم عليك كلف شلون سامح لك عطونا صوتي ايه اما يا ولد يوم اني طلعت لو جات من غيري تبارك الله لكنها مني ايش منك اقول اقول لو انها جات من غيري ظلت تبارك الله لكن مني ظلت من مثل من مثل من دقيقة دقيقة اسمع مني الرجال جيت واجهتها وجلسنا باحترام ونحن نمشي باحترام انا يطوي العمر سواء هنا وفي غير ذلك انت باحترمت 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 اننا محترمة وجوه محترمت تلعب عليه تلعب عليه مستاذب منه بغير صدق مستاذب منه غير صادق مستاذب منه ذو طالع ادارة انت ما طلعت ادارة ذو طالع عندك شغل يا عزيزي انا طلعت يا عزيز الوالدين ابغى الادارة يا حبيبنا حبيبنا خمس دقائق دقيقة احنا نقول احنا نقول الرجال انت محترمت انا والله اني مروق احنا نقول الرجال انت محترمت دقيقة انا بعتك اش الدليل محترمت ايش كيف محترمت الرجل كلامه يقول محترمني هو يقوله هو يقوله يا اخي باهم من العدب فقرة رسمية فيها رصيد يجيلها روى تجال مناخ النور وتقول لها بقره يروح عدارة وتجيب شكل وترعبه على الساحة ما انا باحترمي تبغى ارد ولا تبغى تدشون بالكلام انت تبديش بالكلام لا ما دش بالكلام انا انت تقول لها واحد الثاني كان كان تبارك الله من الا واحد الثاني tahuج عنتك اسمع ولا الادش بالكلام لا لا دقيقة volоры hvor fedora بالكلام لا والله ما هو الش بالكلام طيب من انه واحد الثاني كان انتا بارك الله ما اسميلك احد ما اسميلك احد مس هذا بعدش بالكلام الله ما تقول كلاما على ابراهيم ودلايل ولا لا تقوله بس دقيقة هذا الفرق بين الكلام الحقيقي وبين الويات اناس بالكلام والله مع93 تعرفها في قلبك. والله ما عارب. الله انك تعرف. والله ما اصدق. والله. الله علي. اما سابتك ما اخترنت احمد الحيم. والله ان يصدق. احمد الحيم ما حقرت. احمد بنفسك. احمد الحيم ما حقرت الله يشتر علينا وعليه. خصم ولا حق الخصم. اعتك معلومة. يا حبيبي صار علينا. انت ما تقدر تحقر. ايه. طيب وش الحاصل بحي. انت تسيء الفقرة. ايه. لا ما اسأت للفقرة. ايه. الشخص هو انا وانت نعرفك ما تقدر. طيب. بس طيب. ايه. الفقرة اللي اسأت لها. لا تقول لا تدبك. اسمعني اسمعني. الفقرة اللي اسأت لها هذي تمثل برنامج. ايه? انت برنامج كامل حبيبنا. اسأت لها فاتح اما انا بقولك رجال رجل 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 يقول للمقدم الفقرة. انا احضرنا. حتبات يا جايني مترطب بسيكة. ايه? اقول دقيقة دقيقة اه خلني ارد على كلامك وروح لمحمد الدعائر انا طلعت دقيقة طلعت وابغى لدارة ولا لقيت ابو نايف ابغاه شخصية ورحت يطويل عمي شايخ الخار موجود غير سحي ما اتكلم غير سحي كذا تلبط بالكلام انا لبط بالكلام انت لي تلبط بالكلام انا اجيب لك اسماء اجيب لك اداء في فيديوهات اجيب لك كلام اتبا تنمي بلا 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 خلني ارد يا من الناس خلني ارد صدق تضلها ما لقيت اليدارة كمل هيها طالع على اليدارة ما لقيتهم لقيتكم انتم ورحت راجع على الاسماء راجع والله اني ابغى ارجع للهاوس على الاسماء نعم انا بدي اراجع شاهد قال لا 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 تدخل تقصم عليه منتخل الموضوع الا انتهى الموضوع الا انتهى الانتهى ايه دقيقة سؤال سلم هل من الإحترام أنك تستأذن من المقدم أيوي من الإحترام من الإستاذنلاstoppable سلام عليك هل من الإحترام أنك تيدخلت بدراجة الفقرة الرسمية حبيبي camera أنا طلعت بدراجة أنا طلعت بالدراجة ليش ما رديت على للسؤال أخذت الكفرة تقيع الكفرة نعم هل من الإحترام أنك تدخل لن نرى أحسنت هل من الإحترام أنك تدخل بدراجة؟ رد. الله يا خير مسل ما طلعت بدخل. أليم أنتي ترما بطن في الكلام. وفي أيه من الاحترام الا ما بل أحترام تفضّه. يا خير مسل ما طلعت لو طلعت على انها قد دخلت عليها. يا حبيبي انا طالع أرجولك. يا ولدانا طالع بالدراجة يا خليبي طالع بالرجولك ما طالع بالدراجة انتي جبت المقطع وانا مترطم وانا طالع بالدراجة وقف 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 يعني لو جبنا انك طالع على رجولك ما طالعك بالدراجة يا ولد امدل على الناس يا خليبي طالع على رجولك ما طالعك بالدراجة طالع بالدراجة دقيقة دقيقة فهد فهد ايش الشيكا نجنيت دقيقة ومجيبه وطالع بالدراجة اوه فهم غلط فاهم غلط احنا نقصد احنا نقصد احنا نقصد انطلعت بالبسكوليتة اسمع ابو فمين انطلعت لما استاذنت من الرجل بيرجولك لا غير صحيح غير صحيح بالله دقيقة خلعت بالبسكوليتة دقيقة براهيم 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 اعلمت يا الله انت انتقلت من متسابق الى متسابق لا تقول الحقيقة لا والله غير اللي ما يقول الحقيقة اول شي قابلناك في الساحة لما كنت عند السجن البسكوليتة ما كانت عندك انت يا رجل هذا يكذب الكاميرات يكذب عيوننا ويكذب نحن انا ابغى شغلة واحدة ابغى بكرة نجيب فيديو بدون بفمين عشان نعرف عشان نعرف بفمين هل ابغى بفمين صادق ولا صادق صادق ولا صادق يا حبيبي ونعرف والله لن تصل ابغى بفمين بعد مداخلة كل اخيرة مع ترك المشبب ان وابعك بالدهور في البرنامج ولماذب لن طلع بالقاري ومشى استاذن وطلع بالقاري وكان بها مفي مشكلة انك استاذنت انك تغادر هل استاذنت انك تدخل بالقاري ما استأذنت انك تدخل بالقاري ان استأذنت انك تغادر ان شاء الله تروح تركب صاروخ تنقلع ما في مشكلة بس انك ترد لازم تستأذن في الدخول هذه فقط الرجل قال لا 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 خروجك دخوله بدقيقة اركض شوي اركض بارك الله فيك حتى داخلتك يوم داخلتك حط مكانة رد القاري مكانة مو تجي تطيق فارتين شوفوني انا الظريب الكوميدي لا غلط يا رجال هذه عادي هذه عادي اما دخليت على اخيائي عادي لكن لو اخيائي دخلوا علي انا اتمنى امنية اتمنى امنية او طالب الشباب حاولوا ان تضايقون على ابو فمين في اي سالفة يشوف ردة فعلة هل بيزعل فيها هل بياخذ خاطرة لو سمحت التزم الصمت انت رديت وسكتنا وخلينا تأخذ راحة الان نتكلم لو سمحت التزم الصمت ولا نقفل صوته ما عندنا مشكلة ابو فمين للأسف اللي له والله كويس وانا عسل سمنا على عسل لكن اللي علي انا واللي على بعض الناس لا هذا الشي ما يصلح وانتم تخبلون في الكلام ليه لان والله انكم انتم تلبكوا الكلام مع بعض لكن لما اخطع على خوية لا ما نلبك في الكلام لما هو تكلم قال لو انه غيري مشيتوه له لان غيرك ما يدقع على كل راحه جاية لان غيرك لما اخطع على خيائه ورمى الرماد عليهم قال لا 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 ترام امون عليهم غصب امون عليهم غصب سألنا فيصل نييف قال لا ما يمون ما يمون لما يسويها كذا عليهم انا ان شاء الله بعنون بعنون رحلة ابو فمين هذه انا اسميها رحلتي من المتسابق الثقيل الى المتسابق الهباد السلام عليكم ابراهيم هذه عنوان المرحلة عنوان مرحلة تكتر رحلتي من المتسابق الثقيل إلى المتسابق الهباد مو منطقي يا أخي مو منطقي أنا تقول مستاذا الرجال بنفسه يعني أحمد رحيم زعل هو مستاذا ترى أحمد رحيم صدر هدهنا أعلمك شغلة الرجل صادق استاذا الرجل بفمين صادق استاذا بس وش قال قال أنا طالع لإدارة أنا مستاذا رح لإدارة طالع الرجل لعب سيكل وراح السجن رح فخار ليش جوابه هل استدام الإعترام كان سهل جدا بينما سؤال الثان هل دخولك في البسكليتا بالإعترام كان صعب جدا ليش قلت لك إني اللي يجاوب اللي عليه ما رح يجاوب هذا اختصار بفمين النتيجة اللي ترضيني هذا اختصار بفمين وأصبح المتسابقين السهلين أعطيك معلومة هل تعلم أن المتسابق الوحيد الذي يأتي في الكواريس ما قبل الهواء أو ما بعد الهواء إيه لوكيسوا فقرة كلام اليوم نتسابق الوحيد نفحه لله بعد عيسه لو بيجيك لا لا مو بالآن بعد الهواء الآن الآن محمد الفيري مغرد يقول أنا ساجنة ليش طالع بره ونجاي بينا فقط حق الآن محمد الفيري هذا دليل أنهم ما يتابعون وستضيفون متابع الهارب ولا يدرون وينك طيب وما تريد السجن محمد الفيري تعال أخذ السجنك ولا تسجي خالد حامد ظهر في مقطع أعطونا المقطع حق خالد حامد حتى نناقش نقاش أخير خالد حامد كان يقول والله ثم والله ثم والله إني ماني متفق معي متسافق أنكم غيبوا على الفقرة عشان عندي رحلة المطار والله أنا غير صحيح وأنا ما عندي مترهتات قسنا محاطرات وأنا ما عندي مترهتات وأنا ما عندي مشاكل أنا مسكين أنا ممتاز ما عندنا دهوة ما عندنا نساهي أحمودي أبو داحم عبدالده يلا ثم والله ثم والله شوه ثلاثة أجمال إني ماني متفق مع أي متسابق أني يعني الأربعة اللي كانوا معي في المطبخ أنكم غيبوا عن الفقرة عشان عندي رحلة للمطار والله أنا غير صحيح صحا كان عندي رحلة في نفس اليوم لكن ساعة سبعة مساء أنا عندي تعليق واحد بس بسيط تعليق واحد بس صحيح يمكن ما قالهم غيبوا قالهم تأخروا كنت أخروا ما غابوا بس الله يطيع فينا صدكت صدكت أنا صدكت بس لس لس لشباب اللي مين شوف مصدقون ولا صدكت مزل؟ صدكت أخروا ما غابوا صدكت الشباب يا حبيب صدكت ويقول صدكت يا خيقين ليه تبرر؟ ليه؟ أنا ليه؟ ما يحتاج؟ هل أنت واثق بل نفسك؟ لا تبرر ما ما يحتاج؟ والله ما قلت أوف عطونا يا أخوان صراح أني بره فيه هوش بره فيه صوته بفمين أحمد؟ ها إيش فيه؟ أطره هي وارا هناك وارا فاة هل ترون جيبوني؟ طبعا إحنا نطلب فيه أصوات الأجلجة بره فما يحتاج تبرر يا خالد حامد أنه ما تفي حاجة تبرير وانا مداحة ما 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 تبغي يعترف طرى الأول نزودها شو يعترف؟ هموني هموني قدهما هذا ساهي والله ما روحت يا خالد خالد إذا نصل في هذه المرحلة أن الأدلة والقرائن كلها بعد يمين خالد حامد تتجه إلى أن هذا الفعل كان مصطنع فقط من نواف السند الذي أعتقد أنه ذهب ضحية الخالد حامد وزياد الشهدي ما بنهي الحلقة موضوع منا منا طيب ناصر الغامدي يا أخوان اليوم صرح تصريح قال أنا ناصر الغامدي سأحاول أن أكون أنا أطالب الإدارة إن شاء الله تعالى في حالة كمال الوقف بحذف البرايمين الأخيرين الوقف يا أبو دخيل الله أو شيطك العافية تصريح ناصر الغامدي كذلك أما عن تصريح ناصر أرى الناصر كفو قده إن كان أغلق الوقف فيستطيع إغلاق آخر برايمين لكن السؤال الأعظم هل ناصر من رأسه أو الإدارة باللغتها لا من رأسه مدها إذا ما هي من رأسه فقسلين صلح بالله في ذمتك بس هل يقدر ما عبد الله شوف هو قدح قبل أثرة أبو عبد الله وجهه طويل عند الجميع للأمانة وأبو عبد الله إذا قال كلمه صراحة فهي للخير فهو يعرف أنه مت كله على أرض يجيل يعني مثل أبو عبد الله والإدارة ما بيردونا لأن أبو عبد الله هو من رؤوس هذه القناعة استاهل أبو عبد الله لكن أرى في ذلك بالنسبة لي صحيح المتسابقين وافقوا في هذا المقترح وافقوا على هذه الاقتراحات الجيدة وأرى أن الكرة الآن في ملعب كل مشاهد وكل متابع وبغض النظر عن هذا التحدي الواحد يبحث عن خبيئة بينه وبين نفسه بغض النظر عن أي موضوع عن أي تحدي أو أي وقف يعرض أمامك الآن في أي مكان في هذا العالم أنت لابد يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة لصلاح نيتك وذريتك لعملك الصالح لكل شيء ممكن تروح وتجي فيه كلنا مذربين كلنا مخطئين ننشغل في هذه مشاغل الحياة والروحة والجاية أشغلتنا الاتصالات والهواتف الذكية أشغلتنا كل هذه التطبيقات أشغل دقائق بسيطة أنك تدخل تطبيق بنك أتبرع في وقف معين وأطلع منه هذا الشيء ممكن يكون لك شفية يوم القيامة لمحوص صيئاتك أقهرك؟ أقهرك؟ أم لا؟ أقهرك أم لا؟ فضل مساعد زهر كان فيه صوتك لمدة دقيقة و أنت تصورت في برنامج الحين أو قبل؟ لا قبل أي عادي قبل ما عندي مشكلة و كذلك أنت أنا؟ ما عندي مشكلة حق و كذلك أنا كلمة ختمية أبو سالم الله يعطيك الصحة والآفة يوم جميل و بإذن الله نلتقيكم و مقدم بإذن الله تعالى الله يحييك أبو سالم الوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مالهم من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده هذه هي الحسابات تضلع لكم على الشاشة بادل بما تجد به نفسك وعمر دارك الآخرة مثل ما تعمر دارك الدنيا فإن الدار الآخرة هي الأحق بالعمار و هي الأبقى أسأل تعالى الله يعنا و إياكم على فضل الطاعات رحمة بفمين عدل أباق السلام عليكم بزده كل يوم بنعس فاقنا حياة و النصيق إنزان هذا كسب دينا اللي فايل قوجيهم بسبرات يا هلا وهنا به لإيجينا يا هلا يا هلا يا هلا بلي يجينا تدرا صدر تدرا صدر اه اليوم الحلو دا اه القرية الحلو دي اه المنتج الحلو دا الناس الحلو دي تدرا صدر تدرا صدر اه بالله بعد اذنك بعد اذنك السلامة ايوه كيف حالكم يا شباب هذا مساعد. مساعد. تحية من هنا لك. ببعنك الكنترول. اوه صح. ايه ايه مساعد. اوه يا شكرا مساعد. اللي ما صفقك زي ماريد نادر في أي صوتة. مساعد. تكلم. مساعد توزوم. إذا انت مساعد توزوم. إذا انت مساعد توزوم. قل كده ولا كده. ايه مساعد. 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 زوم على عايز الزاوية. قلمونه. قلمونه. زواعد. زواعد. ايه مساعد بيت صوتنا. لأنه نزعلها مننا. ها هو قدي غير كاميرا. ايه والله. ايه. 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 او قدي غير كاميرا. والله ملومك. بس صوت ينفي. وش مكتوب. تنفيه هاي الساعد. ما هذا داخل المساعد. مساعد. والله يا ساعد. والله ايت الساعد يا بلدي. انت مضيعة مساعد في هذا الموض. اضلكهم هنا اضلكهم سعرف اضل فحف 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 جمور داخل لا 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 يا أخي يا أخي ولو 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 زوو بعلية مساعد زوو بعلية عايم ميندي زوو بعلية منذي يا مخرية ساعد يا غدي منذي منذي يا درج يا درج هي دقيقة في حاجة في حاجة ما حد لاحظها طبعا هذه الساعة من عدد وخراج مساعة آل ذاهب آل ذاهب آل ذاهب مساعد آل ذاهب والله انا قد رأيت بس الثنائية اشتغل على الموضوع يود حراتيس يا خبيب لعب على المقمون ساعد ساعد يا جفت ساعد الموضوع يا مساعد ما يطيح قصة برايا بالقلب ما يطيح قصة برايا ساعد تراعي لا لأ لا النظر الكاميرا ولا لأ النظر الكاميرا نظر الكاميرا ألا لا نظر الكاميرا هيا ن unacceptable featured لا يا حبي الله cellphone الجمهور قالت كيا الجمهور قالت ك shifted bins والله ما داني دوخة خدمة شادي بس اتركي القنب لا تحت يا خلط طلعش يا ولد ترحب مالديك فوق فوق ساعد تسرق علي بجوز زوم على الساعة يا مساعد ساعد زوم على الساعة ساعد ساعد لا تحت تحت ساعد انا ايه ايه افمين 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 ايش خطوة اجل الله انك تخسع فوقها يا ناس انا منظر لماغي يديكم الرزق عند الله والخير عنده رزقه على الرحمن ما هو عليكم ولا خير فاللي ما قدر حاب زنده يلا جميع جدي يا بهمين الله يسليك لامك وبوك الله افضل مخرج صراحة اني غطيت على بابا غطيت على ساس غير كاميرا غطيت على كاميرا غطيت علي لو انا بدالك اوقع حق شفهي على الهواء وقع حق شفهي على الهواء خطة كاميرا الثاني اوقع حق شفهي مساعد الهواء اخراج مخرج لا يعلم ما يعلق ما هذا يعلم شفهي اوقع وقع شخص بصنا انا لقد وقع كان لقد وقعت اللو شخص عيشوا عيش في مرة عايشوا ريالتي يتعبوا جلسين مكان واحد عيشوا ريالتي خواهنا نركض خواهنا نركض بدك ايهي ايهي يلا يلا دوروا وركضوا اخبطوا قوم يا بنادر قوم يا بنادر اخو mop واشا اخو المكان في الكاميرا واحدة ب auch اخو اخو يبani للكاميرا واحدة باده با كاميرا مساعد تعب Keys اخو ابا اشيك المكانstorm 姑 разбان Cons lat باده لكاميرا مساعد ساعد لا تقلق الكاميرا انت خلق الكاميرا لا جزار صغير اكثر اكثر لا شاير اقديح انت خلق خلاص غير يا مسلم تعمد ح prosecutors ترى الهدف شاير واقع انسى النجاح اه يضغطك شيء ببعد عن نشوي يا نواف اطلع ساعة البداع اطلع اطلع ساعة البداع عادكم لملة طيب شجرة خليك شي ترى انا اجيك قل نبلة الصرحة قل نبلة حسن ابعد بني شوي ازعلام منكم ولا قلت علي حسن عطني اغني وشتي بي غني لي غني لي طبع وشتي بي بس اطلع سبكر افتح المايك افتح المايك يعني زي اللهب جذك زي اللهب لحي قبل شوي يلا يلا وشتي بي غني لك غنى اش اسمها خلنا اسأل المدير اعدادي يلا ناصر الحربي اسأل ناصر اشي بي ناصر ابو نافجا وراني اختلعت سمى يا حبيبي سمى العدوك ايش الاغني اللي تبغى من 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 حسن لا ما ابغى اسمع صوتك خلاص اشي بحاطم حاطم غن غن ابو نايف بقى تبي اغني لك ابو نايف صوت حاطم احسن شوي اه اه اخصر من بتالب رأيك على حسب وداد يقول صوت يازية اوه مانيش على حسب وداد قلبي ابو يا راح اقول للزيب سلمات سلمات لا 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 بسمعك بساعد على حسب وداد ساعد بسمعك يلا تعال تعال سوا فاكس شوى جسمه دي تعال تعال يا حاطم 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 بسمعك بسمعك كيف حالك بسمعك بخير اوه دقيقة طلعت فوق في السكف ماليش اسمعوا شباب دالحين مدحوني كلكم قولون نحب مساعد طيب اوقف الكاميرا شوى صدعتوه سنا طيب خلاص ها زوم زوم شوي زوم شوي بعد شوي بس خلاص ايه بس خلاص سراعة وشم مساعد اه زاهب افضل مصور وافضل مخلق المفروض يوقعوا اللي عقل. نعم مصور ومبدع. ومساعد زاهب جميل جدا. اباضة زعلان زعلان دقيقة ايش ايش السال? امضح اباضة. اباضة اباضة مالك الكاميرات. اباضة مخرج. اباضة 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 انا انا فصلت اباضة ذا الحين خلاص انا المخرج. اقول حرك حرك. اه شف كيف اخراضي. اه. اه كيف اخراضي. اه اخراضي كيصدق. يا شباب. اعزائنا المتسابقين. شباب. باللهي تكفون. ترى مساعد طرد كل من بالكنترول. جالس الحالة. من اباضة الى مهندس الصوت. ما ترك احد. يعني انا سمح لكم دين اعداد عشان انقذ. يا ناصر. باللهي اسمعوا باللهي شباب تكفون. تعالوا اخذوه عند الكنترول. طبعا اذا مساعد تسمح. اسمح اسمح. تعالوا بالله اخذوه. يلا تب. تعال. تعال يا ما اجي. او لاي. طيب ابو اصوروا لما قطع. ما قطعوا. نجي. ها. نجي. اذا نجي يقول كده كده. يا اخلاي. نجي. يا شباب تكفون الله يرضى لي عليكم. ترى بيقفل البرنامج. يبغي يقفل البث. تعالوا. تعالوا خذوه. بسرعة. تعالوا خذوه. بسرعة. تعالوا خذوه. حاتم. تعالوا مساعد. تعالوا. 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 اشتركوا في القناة 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 اكسم بالله يا رجال ما جلست لا يمكن اقل من ساعة انهم في وجه الله والتعب يا رجال اكسم بالله و يتعبون عشاننا بيض الله و جيكم النجوم اللي بيظهرون من قناة بداية يطلعون من قناة بداية ما هو بالنجوم الا بعد الله ثم بعد الكنترول والمخرجين والمعدين كلهم 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 الله يبيض وجيكم و يجمل حالكم تبقلي شيء انا لو اني بذلك والله ما تعب و انا مع ابو نايف داخل الكنترول ما غلى انا ابوا نايف والله ما تعب اباظة قلت ما داه رأي عجاب المجاعد قلت فكروا مجاعد قلت فكر من المجاعد قلت بني اخوان والله ما داري ان ابوا نايف ما تعب بكنترول على حسبيikteقلبي في اوه ا collisions و نسيت حاجة صادم أشكر اللي عطتني ميزة الكنترول أقسم بالله أني ضحك لنكتامي يبيض الله ويجيكم والله يجمل حالكم لا نيرو لا 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 ماهيب نيرو نيشايا المهم اللي عطتني ميزة الكنترول سلامي على الدنيا ومن فيها سلامي عزيزي موسيقى يا مرحب ومسهل الله يحييكم تحيات المطر في نهاية البث كذا أو كي كذا سلام عليك قلها قلها على السلام اليوم مروقين ما الأخراج والأعداد مروقين الأخراج وحنا منفسي مروقين الأخراج الحمد لله أهلا حلال أبونا أدرست خلاص خلاص أهل ريال على أبو فمان وعلى سلطان الصباح سلطان الصباح سلطان الصباح سلطان الصباح أهله أهله أعفه يا أبو سعي أبو فمان أعفه إذا حاجز لا أتعطيه علامك تمالح لماذا تمالح أنا أعطيتها أول أبونا أعطيها واحدة مالهم الطعام يوم حالة يوم حالة يا ربسي أيوة طيب الله مسكت على الغنيذي أسمع رسول أشواك قلبي ناديك الله دقيق الله يا أشواك قلبي ناديك أسمع رسول أسمع رسول أشواك قلبي ناديك ناديك أسمع رسول أشواك أرحبك الترون وليه ما تجوم حليك ماجد ماجد كمي ماجد ماذا جواك ماذا جواك كلمة تحيك الرضا والله يا سوى دلوت هتكروح ساعدة ها 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 عسى الدنيا عسى الدنيا فدى أرض نمشي عليها عسى فدى الأرض اللي يمشي عليها نعم ها الله الله يعوذ عليك ايه 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 اوعدكم وعد من هذا المكان انت حصلوا براية موفمين هناك يقول أنا فقات انا وصلت روبات الدعم اشهد للانك نجي والله نك نجي على راسي والله على راسي والله على سيك بعد القدية ايه اذا توصلت على القدية كده خلاص تتكعرف درجة كتتتتتحت ربعت رجل قب�� 什么 انا اتوقع ازان الله اينا Urm مشروع نجم اودية تكن الجمية started مشروع السياكل الاولاد Clarison انها مخاطرة فرقة الدعي انها مخاطرة فرقة الدعي انها مشتروا زيانة جميعا فرقة الدعي انها مختلفة تسمع الصديق هتسبح الصديق قابل شوي اوه انا اعمد اسمع بكل حب اسمع اه بكل حب سمعاء المصحب الى معرفك سمعاء شبتها ها ها انا يا أخوي دي ورجع خبر هنا فيها قصيد ليا تعال تعال هنا تعال دقيق دقيق بجيب ورجع قبل نجيب دقيق صيدة دقيق صيدة ها هنا هنا يا أخوي دقيق 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 قول يا قول يا الله يا أبراهيم أبو همي لا نحب الكجل درشي بحاة الأواف 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 يعني رايحين على الجراح بره يمبان على الجراح بره يمبان على الجرش كلي بقعه يابان بره نسيت مني طيب بقوا مني طبعا خلونا نتبادل الريالت نتبادل الريالت الريالت حضرة سالة قصة تذكرة الحوات وعادت دي ما عاد فيه من يقوم ما عاد فيه من حكا ولا عاد فيه سعرفي أنا عايد ريالت ريالت بدك نفصل على فمي لا يا عثمان الآن في أتم الضغط تقدرها الضغط الحين تستس نا تحدى شفت كان أمر بسيط أبو عثمان أبو عثمان والله يا أبو عثمان وضع كعب إنك فاة من الدنيا غرط إن الدنيا كده وإنك عزاوية حياتي ارسم بالله العظيم إنني راضي عن نفسي تمام 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 لذة غرام تبان يا هلاف جيتني أمس الله عوضنا شف شف إن شاء الله يا أبو عثمان ايه أنا فقات الغري بكل حب نستودعك الله بكل حب نستودعك الله أنا والله ما بعده وقف على الماسر شمي برغمية يا رجل والله يا بو عثمان والله يا الرزق والله يا بو عثمان هذا يا رح خلاص خلاس أكيد 200% دقيقة لكن ذاهم من الحياة غلط غالي غالي ما تقضي من العمر غالي أفهم مني أمزح باقي دي باقي دي فاهم الحياة غلط فاهم الريالتي غلط يا حبي ايه الله العظيم أنا وش قلت لك؟ قلت لك ما يرزق الله ولا غيرك قديم أم شي الرجال شوف أنت رجال طيب يا أخوية فهمي الريالتي يا جين دا الحمد زعلان على الريالتي ولا زعلان على شان أشان أشان على الريالتي ريالتي وش فيه؟ أقسم بالله العلي العظيم أني ما تركت الله كل علمني بيضى الوجه كل أفضل يجمل ما عليك زون نعم يا أخوي أنا مقصف أمام أعلوم المراجل وحاوة نعم نعم والريالتي والضحك والوناسك أعطني عصائي أعرفت؟ قال أول حب خاني قربت منك يا ربك لا أنا ما قربت فيه خط الله منك يا حسين أقرب فيه أخيلك مرة أستريح أعطينا قصة أستريح يا عزيزة أستريح والله أني يبغي لك مداوي أستريح وبعدين الربع هنا خلاص أخطيت 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 سوا يجونه أخطيت 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 أماما أخطيت أخطيت أماما يا رجل يا رجل يا أخوان الله لن نعشيرك لكن الموت فيه كفرة إن شاء الله بك ووحد ينزلنا نسالك دقيقين أو ثالث دقائق خبش عنوش هالساد سادقين عادي بغالك تختصي لها ها بس لأي أبو عثمان أعطنا قصة من قصص طارق بن زياد والله دلحين ما حق القصص طيب أعطنا قصة من قصص ما رح أياه حق التاريخ يا عائب أعطنا قصة ما لكم نفس تهتسونه صح بل الله ودي باي سخوخ مببوط صح لا كركدي يخفف الضغط لا رحم الله هذا سنعي أنا أنا روق كذا الله العظيم يا روق يا رجال روق جعل الدنيا أفدائك الله يقول إيش يقول إيش يقول عسانا منها للصيتة المجمل ونقضي حاجة اللي ينتصينا ونجمل مع الرجاجي للجمال ونرضي الله ثم نوالدينا ولا ينفع كل طاعة الله وثم الطيب عند الغانمين يا سلام يا سلام يقول أبو عثمان يوم أبدابها ذكر الله المتعار رب ربابها الخالق الرازق تجلت قدرته ورساد عائمها وساده ضابها عليه نبدأ كل شيء نتكل بسمه تفتح مغلقات أبوابها يقول إيش وقاله والحباء لا 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 يقولوا يقولون نبغى القافية اللي تشوقنا وتمتعناها بها بشرب سعدك يا أبو أحمد وستلمجتك الهجوز اللي تبارزنا بها من شاعر الله من تجمل ما قصر قصيدة تم نسمعها غنابها يا مرحبا بعدها دمه هل المطر وسقد ديار وسالسي لشعابها ترحيب تنبليل فافية حبلنا والطيبة لضيوفنا جدنابها عندي إيلي أحمد المهم نروح فيها سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أنت طبيعي أنا طبيعي ولا كنترولي ولا كنترولك عندك عندك مساعدة قالوا اليوم ليش تخذب على نوف أنا المدير حق تقبل الشغل تقبل الشغل تقبل تقري تقري وش حق أنا من يوم شفته يقول قال ناصر الحل قال إيش تركنا أثر في هذا البرنامج يقول تلك لا إن شاء الله ما تركنا أثر إن شاء الله ما تركنا أثر في هذا البرنامج جنب للعلم الطيب تدور لنا طيب كيف يوم الجمعة على الساعة دقيقة الله الله يخليك لي جمعي أبو عثمان سؤال ورده صدق ليه خاطئ ليه جدة كل يوم تركض ليس خرر بالبعلم مرتين خررت مرتين أبو عثمان أبو عثمان جواب على قدر السوء بس على قدر السوء بس يعني ما أخذ أقنعني وأقول الله يجع هل أنت من شعورك؟ أقنعني أبو عثمان أقول ريالتي أنا أكن لا لا أقنعني ما لك من أقنعني أبو عثمان كنت دقيقة عشان أدور لي كلمة مناسبة لا 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 دقيقة أجابها من ثلاث كلمات ثلاث كلمات أنا أقول لك يا ثلاث كلمات ما أحد يدوم لا أحد كنت أعيش الريالتي مين هذه في قريةنا رصيدية في بيتنا بس ما أقيت تعيش الريالتي حقك لوقت الدخولية أصبر أصبر خليكمن أحلى الصدق يا أبو عثمان أنت عرفت أنك نخطي؟ على أبو سعيد والله العظيم يا هذا الرجال ولا أهم من يسمع يا مغلاء عندي وإن في شيء في خاطر يقول في قرية الرصيدة هي بيتنا بسعيد بسعيد والله يقولها أنا صادق هذا الحبيب حجي يأكلك بالكلام أبو زيد أبو زيد بسعيد لا بس يأكلك بالكلام يعني ما أقدر ألي قصد أن البيت اشتراني أنا لا لا اشتراني أبو زيد أنا أبو سعيد لا خليك لي والله والله العظيم لا والله الصدق والله يا مرة شعيت الضور قلت مرحبا هايلي أضيفان والله يحييك والله ما زلت عليكم بعد ما انطلقنا من الصلاة أمام يطول عمر دخلنا لدارة وطلعه بل ما نشوفها قلت مرحبا هايلي يا ولد تم عنا سهولي شوف أبو سعد جلس معك أسبوع أنا جلس ممكن أقول عنك هذه النقطة أبو سعد جلس معك أسبوع أسمع أبو أبو أضح المحطة أسمع دقيقة شواله بيهربت عليه ديش تاكل تقول لنا وانت خرب على رفيدك طيب هو يعرف قدرك عمله وان قربت عليه الخراب الخراب اللي وقع عليه وان خرب بك العدو والله نصادق وانت عاد تكلمك هلك بالكلام الحلو رحت ريال لا والله كلام مزيد نعم مراجل مراجل ريجيل ريجيل نعلم نزوز كلنا لكن احترم فقرة الرجال ما عندي علم ما عندي علم والناس قالوا عيشوا الناس كل ما لقيته لوحد قالوا يا بوي عيش 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 لا تشدها ريالتي من قال عيش من قال عيش من قال عيش خلاصة هازم عيش الريالة وانت جيت الصوح كلنا دياء عرب تراني بصيح اي والله 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 العديد كلنا بصيح ايوه 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 حسنا استهلكنا ما تكلم فيه تكلمنا فيه بس عايد من تكلم فيه بس عاد ليونك عشان اكبر حصة الله انا كيفي شيمون انا شامجو شيمون شامجو صراحة شامجو انا ابي واش صار موضحك لا فيه موقف طالعا فيه حاجة استفدت منها في كورونا لا خل الفائدة فائدة من دور فيها اقبل فائدة واش كان طقوسك كان طقوسي العزالي يعني في كورونا تروح الحالي للبر مودك في البيت في المدلس الخارجي عرفت يعني ما 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 انا قولك هل في شيء نشوف ايام كورونا دامنا خلاص فتحنا موضوع كورونا هل كورونا غيرت من شخصية صقر الى شيء احسن او عدته حاجات كثير او هو استكشف في نفس حاجات نعم جدا 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 عرفت انقلت اني نقله نوعية ممتازة الحمد لله انا دخلت سوق الاسم الساودي حول في كورونا مبلغ قدرة عرفت يعني حوالي 150 عام ماشا الله يزيل لك عرفت عرفت ماشا وخسرت مم نزلت ايش كم صار الرأس المال 70 عام يعني النص راح سلام قفلت المحفظة ويوم قفلت المحفظة لعل الله يحجتي بعد جدا كاميرا قفلت المحفظة ونشيت منها قال قلت خلص اما تسيت ولا انا ما ادرب صوبة خلها على ماهي على ماهي عليه ليه الله يحب لك نشوف كيف الملقى المهم واخذ امي واخذ جدتي واخذ حتي من خلاتي وعمرهم في رمضان يا سلام امعمرتهم وارجع وجه الشفاء حنفطر في الشفاء وافتح المحفظة اللي هي في الاسم اللي هي في الاسم طول منها ممكنني خديت لي اكثر من الاسم حلو هي بعد الخسارة يمكن خديت لي مدة ما شفت المحفظة حلو عرفت المهم افتح المحفظة ويوم فتحت المحفظة سبحان الله على بيت الا المبلغ اللي داخل به مدبل مرتين ماشا الله ماشا الله اتوافك نزل السهم نزل السهم هو كان 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 بتسع وشديد ارد ارد مهم بتسع وشديد ارد نزل الى 19 ارد 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 يوم فتحت المحفظة عينته 53 يوم ماشا الله ايو والله وبيع والله ياري يجين اني يوم بعت ان السهم نحن نزل يعني بيعتك كانت حد الذروة بيعتي كانت اعلى شي زي اللي يقول شاعة الكرة ايو والله سبحان الله سبحان الله دخل المحفظة ترى مرتبع وبيع دخل سوق لسهم دخل سوق لسهم قعدت ها ها اعين فيه في اليوم الف الف وخمس ستمية الفين ثلاثة حصلت خير صدق والله عرفت راجعت نفسي بديت اخطط بديت طال عمرك اه ادرس وضعي بديت يعني ايش بالحمد الله ترى ربما ضارت النار صح نعم عرفت حتى كورونا جاء فيها مور كويسة من هالزواجات المختصرة ايه والله يبوا يحصوا صح صح قد كلمتني عنها خلا شوية ها دي الامور ها دي الامور يعني هذا ممكن ابرد شيء صار الصقر في الايام نعم صح شوف انا اقول لك انا نفسي فهمت علي اه الصدق انا ما كذب عليكم شوفهو صح ان ترى ايام كورونا هي الفترة اللي انا ترى ما عشت مع اهلي واجد صراحة فهمتوا يعني كان يدوب اني اطلع اجتنا مع يا العمي نتكي عند بيتي يا العمي فلاني نروح ند بيتي يا العمي فلاني نطلع اه مزرعتهم نروح نتكي هنا يعني صد ما كنا نجلس حلو فكنت عزلة الين تقريبا نهاية نهاية الحظر خاصة لما جاء موقف قد قلت تقريبا من ابو نيافو وابو العبان لما انتوفى جدي الله يرحمها بسبب المرض وانصابوا كلهم العائلة كلهم فهمت يعني من ابوي وعمة وخالاتي كلهم وأولادهم وهالهم كلهم انصابوا وكنت انا الوحيد الحمد لله اللي سلمتم كمئة اثنين ثلاثة من اقارب انت تذكرونه لا ما جاني الحمد لله فهمت فاقولك الموقف هذا بعد وفاة جدي وشفت لمة العائلة وشفت الحزن اللي صار واثر فيني يعني كنت مع جدي قريب مرة فهمتوا فخلاني اراجح ساباتي انا يا كعلي مع اهلي ومع الناس اللي قربوا لي ومع كيف اتواصل معهم وكيف اني اكون قريب منهم في حاجاتهم في اني التمس اشغالهم في اني اجي عندي يعني فهمت الواحد كان يقصر هم بس يلا اني اطلع اكل اشرب ولا اطلع يلا اروح مع الشباب صح ولا لا يعني كان اغلب هذا مود يعني الشباب يعني في سن المراهقة فلما الواحد يلتفت او احيان يقول له اذا جدتك قرصة الواحد لازم ان يتعلم منها اذا ما تعلم منها ولا خلاص هيتجيك قرصات في الحياة احيان ربي يعطيك شي يقولك انتبه ولا يقولك ها يرسلك حاجة كذا انك تنتبه فيها في انك تعدلها وتمشي على الطريق الصحيح يا انك تقعد زي ما انت وتكون في نحدار هذا الشي اللي انا اقول لكم صراحة يعني بعد وفاة جدي تغير وضعي مئة وثمانين درجة صراحة بس هذا يعني اللي كان في ايام كورونا عندك بحصة الله يغفر له يا رحمة ومدوح الجنة شوفها يا طول عمران كورونا مرت فيها كذا اشياء غريبة خارج عن كورونا طول حياتك لا غيرت اكبر تاتا والله انتا نقولك طول عمر كورونا انا مر فيها اشياء خارجة عن معدوح طبعا او شي بدأ كورونا بدأت هو شي حجر جزئي صح حجر كذا او بعدين 6-3 ايه 6-3 بعدين جاء الحجر الكلي كامل يوم جاء الحجر الكلي هي بداية بداية الحجر لانها خارج عن المالوف حلو حتى كانت ترين بتويتر يعني الناس وشو واني طلعنا نطلع على الكيرا وندخل الكيرا لان اخر شي الوضع طول الناس يحسبون شي خفيف طول اللي وصل الخوف للناس صلى الله عليك الحمد يعني ترى حتى وزارة الصحة كافعت كفاح كبير يعني من ضمن الدول يعني كورونا ذا اثبتت يعني اللهم لك الحمد ان المملكة عندنا من افضل الدول بالعالم بالاهتمام نعم لكن انا قويك مرت كورونا افضل دولة بالعالم كورونا مرت علي واشونا بحجر تلف فاتسار انا متعود روتيني دوام دوام اروح دوام فاللي فجأة انا بالبيت تلف فاتسار انا كنت امسك وماسه واخواني قد ابي شي كيف انك تشغل نفسك كبيرا كيف اشغل نفسك ايه وحلاقة الثالث عنه ونصور الشاكه بسكني أبعا صوري اه ڭبعين له وقعد نجبل راسي سالا بعدها بوبجي و الله ها مسكت لمشوفت خلاص نيسة حياة موقفة جات الحياة والله تستارت كده طاق حياة ما تتحرك فمسكت بوبجي قوة بوبجي حرفيا بوبجي لعب 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 مهلا ادرجت ريال هذا وصلت مرحلة دائما يعمش قولك كده بعدها يوم اللي تقول استفدت يا عيال تعالوا تعالوا هذي جلسة اسمها جلسة هينة تعالوا سوالف تعالوا هذي اسمها جلسة اسمها جلسة الرئيس في اسمها ثلاثة اربع دقائق وسالفة تعالوا صلى عنا بياه هذي سقاطة يا شباب هذي كان عندي الفعلية صارت الفعلية انها جلست سوالف تعالوا خالص هياكم طرح ما قصدين حمال اقواني لا انا قلت لكم هناك بس مدي شاك لكم ما سمعتوني بس اني ما قصد انا البغى جلس معكم لا ادي تبوث نوع من الجلسات ادري والله انا ادري والله ما قصدي والله ان شاء الله مالكم اسفوه والله يا نور والله المقصد ان انا تعالوا انا ارحبوا انا ارحبوا انا ولا والله ترى وجودي معكم يضافح يلا بحصة اصلا انترجع بحبتي الله انترجع يلقى اصلا اصلا الله استغبر الله العظيم كل ذنب نعود أقولك واللي استفدت يطول عمر مكروني أطول عمر كانت كانت يطول عمر الفائدة استفدتها عندي كتاب كنت أدرس هي تخصات كنت الزميل يعرف هي تخصات كذا فذكرت تقريباً دكت في 12 رجل سوع أطول ما خلصت مكروني قدمت الاختبار الهياء قدمت أعطوه جسدست بالدرجة عالي هذا الفائدة كي جسدت لا درجة عالية من لا كبيوتر والسؤال منذ 30 ثان أبو صالح هلو 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 أبو صالح أبو صالح أبو صالح أبو صالح أبو صالح أن pass وأبو صالح جنب أ spatل شو؟ أيام كورونا؟ هل سحف عشاني دي طوال؟ طبعاً أنا لعباب دي موين من قبر نعم فكثفت متى أيام كورونا؟ شو نساب نفسك؟ ها؟ الصاطي الصاطي مقفل مايك؟ الصاطي مقفل مايك حلو الصاطي مقفل مايك؟ الصاطي بوت تقاريز ياخذ السلعر الصاطي خلولي يسب السيارة اللي يتبه بوت أسلم محمود أب صالح أسلم والله أنا آسف والله أنا أعتدر ما لك هذا هو أجل من هناك؟ مطل أسلم محمد أسلم أسلم محمد أبا أنا صار بحدي أب صالح محمد كمّل كمّل هايام كورونا أو شي الجمعة هذه صرنا نجتمع أنا أنا من أول ما أجتمع أنا تقاني طالع مننا طالع مننا يالله أجي واجس من قهوة مغرب أو لا؟ لكن جلسنا صرنا نجس ماذا اسمه؟ جمعة العائلة ايوه رجعنا أيام الكيرم أيام أيام الصغر يا سلام يومنا ورعان مثلا تصخنت صخنة في حياتي ماتت صخنتها صخنة لك رونا مدري أنا ما رح تحللت مثلا لكن أنا في جناح الحالي طائح فيه متسروع مشغل مكيف جناح في البيت؟ ايه لوبي وين؟ مثلا تحت الدور اللي تحت أسلم اللي هي يعني مكان الحال على المهم اوه بالله تقفل ايه نعرف بدون تداخلات يعني عشان أني مشي ترى الله تعب تصخنت حرارة يتوقع توقع أنه وصلت سبعين ألف لا لا كمل كمل وتصخنت وتشافيت وخلصت لا محمد سؤالي محمد سؤالي لا محمد سؤالي لا لا محمد سؤالي لا لا محمد سؤالي دقيقة ملك لا تقفى هذه قابلة بنفسي نعم دقيقة ملك ملك ما عليك ملك لم أعطيك سؤالي صدقاء السؤال لم أتعلم هل هناك شي تغير في محمد في كورونا أو شي تغير محمد لا لا ما في أي شي تغير أبدا أبو نال كبر حاف السؤال أيام كورونا حلو لايالفتح المحور فأيام كورونا هل في عادة تغيرت عند ماجد هل ماجد أكتشف في نفس شي هل ولا اكتشفت شي ولا غير ولا شفت شي ولا شفت شي راعب أكل نوم يعني كان روتين واحد روتين واحد روتين واحد لا لا بس بالعكس والله تجيبني يا بناد تجيبني تجيبني مشلسلات و بش هذه كانت طبيعة اللي فعدي أسأل السؤال من ضمن المسلسلات الجنبية تابعتها؟ وشي؟ أعطني اسم مشلسل واحد والله تابعتها مشلسل تركي بس أبني أياه أبني أياه أرطغل حبيبي مثلي نفسي منعذبوه نعم كله لحظة أرجعنا يوم مسلسل يقول الخبل ما ينسل سالفته ايش اسمه؟ المسلسل هذا شاري لابتوب وسماعة محيطية عشان اسمع دبيك الخيول تركوش 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 هيدر الله هيدر الله هيدر الله هيدر الله هيدر الله هيدر الله أبنيا السؤال أيام الحضر وأيام كورونا أيام الجمعة في البيت حلو فيصل نيف هل أكتشف في نفسه شي مثلا هل طور شي في حياته تغير موت تسوي شيء حاجة زي كده تغير مع الدرس في الجامعة يعني في شيء صار طيب لما سألتني الشوال لما قلت أنت أكتشفت شي في نفسك هي قلت لك لا أعطيت أنت مشروعك كويس طيب دقيق أنا عندي حاجة أكتشفتها أكتشفت أن عندي أسنان ضايع فين؟ يقولون مرة في جلسة ما قاطعة سالفة ماتوا أزلة كوية أنت قلت تغير المعدل وختمت سالفة لا ما ختمت هو قاعد ينشدني وأنا قاعدة بسوا baren Brand كلها غير Perdona أبنيا في شي غير معدل أغنقلا يعني أقصلا تقول أنت لا تغير شييا غير المعدل ضرسة انت تقول أن لا تغير شي ولله غير المعدل في شي غير المعدل صدق عطنيا بإختصار يعمل الجدي الأشياء تغير ... اوشي طبيعة ولا انفر ر pakai صحيح والله انه تجلس Jorge go نغير نظام النوم صار الوضع محيوس والله الوضع محيوس صارت عايدي ترقد بعد ساتة العشاء مع التفرق مع التفرق خصوصا مع العائلة كلها مهب شخص تقوم في وقت حاصل نصر يعني تصبح المغرب تقل جميع راقب عايدي شي طبيعي و عايدي يسولف لكم عن كورونا لا 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 نريد أن نختصر المحور هل هناك شيء ثاني غير فيصل نياك؟ أقترح أبو عبد الله يطور عمره يوم وقع معك عقد شفهي يحطك للمة الجمعة الله يعطيك العافية شكرا لك تركي مشبب أنا مفرح استفدت شيئا واجب لكن منها أنام بدري وأصحى بدري ما غريب؟ ما غريب؟ ما غريب؟ ما غريب؟ استفاد منها؟ لا 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 هذا منها فائد الفائد لأنني كان لدينا مزرعة كنت أرقب لبدري وأقوم ببدري عشان أشتغل في المزرعة جداول، النخل، وستفدت الشغل أنني أقوم أشتغل أن تركي كان فاضي، روتينا فاضي، ما كان يشتغل ما كان عندي شيئا استفاد في الفترة هذه أن أشتغل وطور من نفس العجل أنني أم كان فاضي قبل كورونا كان طلعت ومدريش كامل يوم تكفر كل شيئا أنا حد أن يشتغل في شغلة هالي صح عقبها تغيير روتيني، صرت أحب شغل أول كما أحب شغل، عقب كورونا صرت أحب شغل صرت أتمدانا فاضي لا أنت الحين قبل دقيقة دقيقة جعلني مع دمي، جعلني في ذاك أنا قبل كورونا كنت ما أشتغل كورة وداء عقب كورونا صرت أشتغل هالي شتت في كورونا طيب أبس عكسوها الله يلبيك الله يلبيك أطوي لهم قبل كورونا كنت فاضي؟ لا أحيان برابعة ثاني، بخامس حشب الله تحسلك 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 كنت راضي؟ كيف القرار؟ يعني وقتك كان فارغ فارغ صدق ما كان عندك شيء لكورة ومثلا تأكيب البيت؟ فاضي يعني لا، لا مرفاضي يا أخي ترانيتي والله شيدة فاضي فاضي لا مرفاضي طيب بعد كورونا فاضي لا مشغول أسمي نوع أسمي نوع من أبو حصة هو كلنا صحي لكن ما هو بنفس العالم الذي يكون هنا فيه أي أنت من بعيد أنت تتكلم على العمق أنا في العمق أي أعرفت أن يقول لك أن تطوّن صح في العناية بغض النظر عن العناية أنا عناية مراكسة لاحيانا أكون مغطية طوارئ فتتكلم عن تخرجت تخرجت قبل كورونا كان آخر يوم تطبيق لي يوم قالوا أول حالة تشوفها في الصي أي و جينا ندرس على الناس لأن الطب استحدث أبدأت على طول أي أبدأت فقاعدين نقرأ عنها لأنها من تخصصنا علش تنفسي مرض تنفسية هذه سواء كانت حق الثلبن أو الطيور أو الخنازير هذه كلها قد مرضت عليها و قد دخلت عليها ترى حتى شخصت شخصتها و إيه؟ في كورونا نواف كورونا برضه مرض تنفسي كلها مرض تنفسي كلها مرض تنفسي اللي ذكرتها لكم بالحين الكلام كله أنها جاء المرض هذا ألم أني توظفت متى دخل المرض هنا؟ شهر سبع شهر سبع سبعة سبعة يطول عمر أريد أن أستلم الشهادة وقت بالاختبار الهيئة أعد أبداني فقط أستلم الشهادة أخلصت كل شيء أخلصت الامتياز ما أفعل؟ كيف؟ أعلم؟ أختبار الهيئة كيف؟ يجب أن يحضرني كل شيء مقفل أحد يداوم حتى القطاعات كلها صارت يداوم عن مبعد ليل أنتظرتي ليل؟ قالوا تصنيف لا تصنيف مؤقت نصدر لأي أحد متخرج الجامعة أرسل لك إياها بدئف الشهادة لا أرسلمك إياها ورقيا أرسألك بدئف وارفعها للهيئة تخصت أخذ التصنيف المؤقت ستة شهر بعدها أختبار على الفترة التي يرجعون فيها خذيتها طبعا جلست يمكن أن أتحمست أن يتوظف الصدق جلست شهر ثمانية رمضان رحت جسمها وعيت الأحد الذي جاه فيه الدوامات فك في الحاجة؟ ايه رفعت أوراق على مستشفى لأنه كانت مستشفى في الحاجة لحظة الثانية أنا أبدأ من هنا بدأ الدق باقي أصلا مرتوه في عنفوانة باقي في عنفوانة أقسم بالله يا أخوان بعد قلت أرجع لها لي في البيت استجرت سكر الحالي هذا أول شيء خفت عليهم يا أخي أول شيء اللي عندي كلهم سكر ضغط فأنا خفت الأمراض المزمنة أنهم يجيكم مرض دافئة يأثر عليهم وأجلس يمكن ثلاثة شوه هذا سكر الحالي أداوم من سبعة إلى سبعة شفتات طبعاً يمكن أن ندوم أربع أيام وسلم يومين كان هناك مستشفيات طالبين تعال بر تايم تعال اشتق زياد تعال تعال أنت في دوامك خلص أخر تايم لا قسم عندك شفتات من أحد الاثنين ثلاثة ربوع أنا في مستشفى خميس عالي ما عاد فيه أتكلم عن يحتاجون كوادر الكلام لبعضكم موقف واحد كنت فيه يوم عشان ما أطوع عليكم بس أنا أسمي خليت الوقت عليكم لا لا جاي يوم وانا في عناية توقف قلب صارت فيه حالة توقف قلب ثلاثة أشخاص ينفس اللحمة أنا منسى من كورونا طبعاً أنا كنت اللي كنت بغطي أخويه طلع بس ما يتنفس تخينك لا بس ذاك الأبيض في أبيض من رأسك لساسك ما تشوف شيء والله ما تشوف شيء أقسم بالله كل شيء مقفل الجهد جهد عليكم ما عليكم بالله جهد عليكم حتى اللبس حر الله يكتب أجرنا وجركم ويرحم من مات ويش مرضان المرض المسلمين يعني كان كان أعذب الله من هذا المرض يعني ما أنا فاضل عادي لكن أتكلمك صارت الثلاث حالات دي استنفار في العناية كلهم في نفس اللحظة هذا اللي ما أنساه يصي عليه الدكتور أنا واف طيب صرنا نتقسمنا الله العظيم اللي ما أنسى هذا الموقف جلسنا يمكن كل تيم عند حالة نص ساعة عاش أرجع فيهم إلا واحد الله يكبر الله كان مرض فتاك بدايته بعدين نزلت الحالات بعدين رجع ضرب بعدين نزلت الحالات موسيقى اشتركوا في القناة 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 سلمت من أبوك يابون ماضربة في حياتها كلها ما شاء الله على الطائل على الطائل لكي لا تكون سلمت لأنه حن اللي ما سلمنا في طويل عم قالنا ما حدي كنت أفضل حقوق فرش أخوي لك كنت صغير فرش أخوي فرش مو مرض يعني كنا لا يفرق صغير حسنا المهم وأي كتبعتها في يومين وأنا باقي في قلبي أبغى سوق واجي مع خمعي أهل من أخواني صغار أخواني كبير من داور مع النقل واستيارة موجودة واخدت أخواني الصغارة ثم بنروح عند العزبة والعزبة بين جباء يعني طالع نزل طالع نزل المهم أروح أطول عمار وأخلص من العزبة وأخذ أخواني حطهم معي واطلع ويثين وشاء الدخل كده مقبل القوة أشوف ويدعه تطيح ولا معلق يوم وش النص طالعها ويتمطفي نعم أعذرين لا خلي لا تسمين هدة سن هالجيمس ترى هاد يد قوي دع زنينة وش بالله خلاص عيدة لان مستشفى موجودة صعب ولا تضفش منك سن بالله سلام مدري وش لش في عقلي ضغط عقلي بدي الرجلة لا عادي تنزي ضغط خلاص مدري اض LGBT حسر منذلح أشوف الوادي صغر أقسم بالله طاحت الوادي أقسم بالله اهو كمع كوالو رعاو اخوين اثناء زكي طيب المسافة بعيدة او جمب الشارك لا يعني هذا مجرى السيل في جالة الثانية واضي واضي الثاني هذه مجرى السيل يعني كيف اقول لكم ممكن زكي تجد المسافة هاي طيب يعني الطيحات المنعمنة يمكن تشوفوا من هنا تحت ايه كي زي هالخط اتطاعت كده ايه لا لا لفت تطع والله هاي 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 قلت هاي 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 وكفراتي قدام الدور ببوشة كده الحاله وقعدوا في سياوا هاي 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 ويجينا واحد من جلسية يمنية وركبنا ويديها البيت وحطنا البيت دقتله ومدقالبوه دقتها بيكتها السلام عليكم السلام السياطي حتى هاي 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 ها 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 يا الله ليه بارك يا الله ليه بارك بجيكم ويجي من مدرسة ياخذني ويجي عند تعملوا مدرسة؟ ايه بوك مدرسة ايه شيك وش شيك اعتمد تعبس الله ذكر القلابي طيب انهم ويجي طوال عمارة وياخذني منوا عند السيارة ادري فعفكم بالشيارة بس تشيول حقنا ويجي بالشيارة يستحضر يا صي يا صي محفوظي كتلا ويجي غزك عليك بحتي عزلو مجgresümüشها أستحبها استحبتوها ايه والله والله أكسم بالله يسمع هذا كل الأرد ورم奥 partido صادي لحن المطدي 喜 بذها أسي وضغط يه قل ما شاء الله ما شاء الله وانت؟ انا اربع طاعات اما ما؟ ما في أشياء أول ما في أشياء أول لا ما في أشياء أول لنأخذ الموتر كامل أنا أتعدي أحسنت قلشي اخترجها لا أنا ما أبعلم كالسالف أخذت الموتر أول مرة أسوق أول مرة أسوق لكن أبوي لم أعطيني الموتر يعني يرح هلو قاد وأنا أخذه برعة أحسنتي الموتر أنا أول ثانوي دخلت سنة أول ثانوي قلبه أخذ الموتر مطينية حمس قال أجياء الصبح أخذوا برعة و أدعهم المدرسة و إذا كنت أدعهم أوقف السيارة أو يعني أدعهم أخذوا برعان و أدعهم المدرسة هل أنت تدعو عادي؟ لا هذا أول سنة أول يوم فأول سبوة عادي ما تدعو أي يوم أدعو أول يوم و أخر يوم أمانة والله عظيم لا أنا أول يقولوا بي عشان يحفظونه وجيهكم المدرسين يعرفونكم جيدين صلاة يجمعوني أنا غانم بفاصله هو بسنة وأنا بسنة أسلم 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 نزل أبوي أبي غانم نزل أبوي وأنا أجي ونزل أبوي على المدرسة وأنا راجع الحين أبوي على الطريق العام حلص قدهم يتدور بعد الدور أخدمة أدخل حارة وأنا جاي مع الطريق العام مدرسة أثنين مدرسة كبير ثانوي هكذا مستعنس أنا ما ببيد أعم بس أني بقى أشوف من اللي عند الباب المدرسة واللي تمشون أنا ناظر يسأمين روح ناظر الله يوم أخذ لك شوي دقيقة عياته مدرسة أرجمة عادر معلمكم الموقش يعد حتى لا عطعت زي أحب الكامري الكامري اللي طرعت من الخدمه وجت في نص الشارع أنا في المسر الأوسط شبت أمشي ميا وكامري طالعت من الخدمه وجت في النص أنا بس لديت النظر كده أملا وكده بوفولة وأنا أقفع قللك هنا معادي يا مصدفتي قلعنا وكاني صلابه ونصدبه ويوقف على الجام أنا من الريح أنا من الريح أنا زادت من المهتر ويوقفت على الجام أنا وقال وعادنا الحين مدريش سرطي أنا ما جاني شي بس رياعي تعرف اللي أول حادث لي أبي عصفر أبي شي صدق والله هو ينزل يوم نزل بشم زي كده وانا متسبب وقاله ينزل ويفك الباب علي وش فيك وش فيك ما فيني شي أنت أنت فيك شي قال لا ما فيني شي كويس حتى ما فيني شي أبي كاتب ننظر في السيارة اللي أنا يوم نزلت ونظر في سيارة شنطة الموتر قال لي يا ريجي ده أغلى هاو شوية شوية على حد الكفرة تريد برا بس شوي هلو كاتب طول عمر ونظر قال بأدق على الشرطة هدف ترعلك وش الله ما تقل ثلاث دقيقة تقل أبوي خلني بشوفه وشايفه ليه لأن أول حادث لي ما تش يسوي أدق على إسعاف أو دقاء الدفاع ما تدق أول حادث هلو كاتب ويجونا العيال عاد شوما جيبنا معرف وكل من يعرف الجيب واقف كل من أبوي وشيبهم بقولوا أمتر الشارعتي ويهرجونا الرجاء فأنت يتجي ويمسكون عيال عمي في الناء وانت شمقتر منك زد راسيدك زد راسيدك زد راسيدك زد راسيدك زد راسيدك زد راسيدك جاي يعيد فجري جاي أوكط عليك تاجعز مجد وفضر مني يأك ابتدينا من تهين من تهين تهين من تهين موسيقى موسيقى وبالجمه والله ما توينا تنجم ما تكفيه الصفات كل دعم يرفع الإمدع بنا كل دعم يرفع الإمدع بنا تدرا صيدك يلا 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 تدرا صيدك يلا 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 تدرا صيدك كل خطوة للمعاني في ثبات والطموح سالة للأغنين تدرا صيدك فينا واخلقوا صلاة من يبيع الدين حين لك شرين من يبيع الدين حين لك شرين تدرا صيدك تدرا صيدك تدرا صيدك تدرا صيدك زدرا صيدك جاي عيد الذكريات فرحة باوي اليوم زاد الشوق فينا تاجعز ومجد وفخروم نيات نبتدينا من تهينا من تهينا نبتدينا من تهينا من تهينا